بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فهذه ذروس في التجويد ألقيتها على طلاب كلية الشريعة في جامعة الملك خالد بأبهى للمستوى الأول من قسمي أصول الدين والشريعة والآن مع الوحدة الأولى والمحاضرة الأولى في تعريف التجويد والترتيل التجويد لغة التحسين مأخوذ من الفعل جود يجود تجويدا وأصل اشتقاقه جاد يجود جودة وجودة أي صار جيدا وهذا عام في كل الأمور وأما من ناحية الاصطلاح فتعريف التجويد إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه أي من الصفات الأساسية ومستحقه أي من الصفات الفرعية حيث أن لكل حرف مخرجا والتجويد أن تخرج هذا الحرف من مخرجه فإذا أنت أخرجت الحرف من مخرجه فقد جوت وأما إذا لم تخرجه من مخرجه فلم تجود ونضرب مثالا على ذلك من قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فمن لفظ القاف بهذا الشكل فقد أخرجها من مخرجها وأما من قرأ المستقيم أو قرأ المستغيم أو قرأ المستقيم فهذه الألفاظ الثلاثة إخراج للحرف من غير مخرجه وبالتالي فإن القارئ عندئذ لم يخرج الحرف وبالتالي لم يجود وأما بقية التعريف فهو إعطاؤه أي إعطاء الحرف حقه من الصفات الأساسية حيث أن لكل حرف صفة وهذه الصفات قسمان صفات أساسية وصفات متفرعة عنها أي صفات فرعية ولنضرب لكم مثالا بأحد الحروف فمن الصفات الأساسية صفة الاستعلاء حيث يتفرع عنها صفة تفخيم الحرف فلنقرأ الآن بحرف الصاد والصافات فالصاد حرف من حروف الاستعلاء تفرع منه تفخيم الحرف فقرأنا وأما من أخل بالتجويد وأخرجه وأعطاه صفة غير صفته الاستعلائية وذلك بأنقرأ والسافات فهذا لم يجود لأنه لم يعطي الصفة الأساسية ولا الصفة الفرعية حقها وقس على ذلك هذا تعريف التجويد لغة واصطلاحا وأما تعريف الترتيل فهو كما قال الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه تجويد الحروف ومعرفة الوقوف مع حسن الصوت والتحزن بالقراءة ويلاحظ على كلمة الإمام علي هذه أنه شمل التجويد كما أسلفنا وزاد عليه أمرا آخر وهو معرفة الوقوف وهذه ضرورية جدا للقارئ لأن الذي لا يعرف أين يقف ولا كيف يبدأ ربما يخل بالمعنى إخلالا بينا ولنأخذ مثالا على من فعل ذلك فمن قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ماذا نستفيد من هذه الكلمة عندما يقف على الحمد وهو مبتد يحتاج إلى خبر أو يقف على قوله جنات تجري ويوهم أن الجريان للجنات بينما فاعل تجري متأخر ففصل الفعل عن فاعله أو المبتدأ عن خبره أو الصفة عن الموصوف يعطي معنى غير صحيح وهناك وقوف فاحشة سنتكلم عنها عندما نتكلم عن الوقف والابتداء ثم يضيف الإمام رحمه الله مع حسن الصوت وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى والقارئ مطلوب منه أن يحسن صوته على حسب استطاعته وأما التحزن بالقراءة فهذه حالة قلبية من التأثر بما يقرأ وهكذا ينبغي للمسلم عندما يقرأ أن يراعي هذا ونلخص كلامنا هذا بما قاله صاحب متن الجزرية في معرفة علم التجويد فقال وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها هذه المحاضرة الأولى